بحر الهزج ونذكر بصورتين التفعيل الرئيسية التفعيل الرئيسية كما ذكرنا لبحر الهزج هي مفاعل ويأتي منها صورتين أو تأتي على صورتين الصورة الأولى مفاعل وأيضا مفاعل الآن سنتعرف اليوم إن شاء الله على بحر عروضي جديد ألا وهو بحر الكامل ننظر البيت أو البيتين أرق على أرق ومثلي يأرق وجو يزيد وعبرة تترقرق ولو قرأنا البيت قراءة عروضية أرق على أرق ومثلي يأرق شطر الثاني وَجَوَنْ يَزِيدُ وَعَبْرَةٌ تَتَرَقْ أرق الآن البيت الثاني أما الخليل فلست فاجعه والجار أو صاني به ربي أما الخليل فلست فاجعه والجار أو صاني به ربي الآن منظر لو سألنا كم عدد التفعيلات في كل شطر من البيتين ألا بين أمامنا ممتاز إذن ثلث تفعيلات في كل شطر عدد التفعيلات في البيت كاملا ستة أو ست تفعيلات الآن ما التفعيلة التي تكررت ممتاز إنها متفاعل 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 أيضا هنا متفاعل ومتفاعل طيب الآن التفعيلة الرئيسية لهذا البحر الذي كما ذكرنا يكون عدد التفعيلات في البيت كاملا ستة تفعيلات التفعيلة الرئيسية لهذا البحر كما ذكرنا هي متفاعل الآن تأتي متفاعل على صور كما في البيت الثاني انظروا التفعيلة متفاعل أيضا تفعيلة العروض متفا وهي صورة من صور متفاعل أيضا في الشطر الثاني متفاعل وتفعيلة الضرب كانت متفا كما تشاهدون متفا وهذه صورة من صور التفعيلة الرئيسية متفاعل ننظر الآن إلى الشكل التفعيلة الرئيسية لبحر الكامل متفاعل متفاعل وتأتي على صور وعليكم أن تحفظوها جيدا متفاعل أيضا متفاعل ومتفا والأخيرة متفا أخير من صورة من صور التفعيلة الرئيسية طيب الآن نذكركم بمفتاح البحر كم للجمال من البحور الكامل متفاعل 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 ونذكركم بأن هذا المفتاح يساعدنا على أن نحفظ أو يعني السهولة في حفظ تفعيلات البحر هناك ما يسمى يعاشر بمجزوء الكامل وكما هو موجود أمامكم يأتي بحر الكامل مجزوءا بحذف تفعيلاتي العروض والضرب من التام ذكرنا قبل قليل أن مجموعة تفعيلات في البيت من البحر الكامل ست تفعيلات ثلاث في الشطر الأول وثلاثة في الشطر الثاني الآن إذا حذفت تفعيلاتي العروض والضرب يعني آخر تفعيلة من الشطر الأول وآخر تفعيلة من الشطر الثاني وبقي لدينا فقط تفعيلتين في الشطر الأول وتفعيلتين في الشطر الثاني فإننا نسمي هذا البحر مجزوء الكامل على تفعيلات الكامل لكنه فقد تفعيلتين العروض والضرب كما ذكرت ونسمي هذا البحر مجزوء الكامل يبقى كامل لكنه نسمى بالمجزوء لأنه فقد كما ذكرنا تفعيلتين العروض والضرب مثال ذلك الآن هذا البيت مدور أنا قمت بفصله وهو على مجزوء الكامل أيضا يمسي ويصبح طالب الدنيا معنًا متعبا يمسي ويصبح طالب الدنيا معنًا متعبا الآن هذا مجزوء الكامل لأنه أصبح فقط تفعيلتين في كل شكل وليس ثلاث تفعيلات متفاعل والأخرى متفاعل كما تشاهدون وأيضا متفاعل وهي صورة متفاعل ومتفاعل أيضا تفعيلتين في كل شكل من تفعيلات البحر الكامل نسمي هذا البحر مجزوء الكامل قمت بفصل هذا البيت أو قمت بفصل الصدر عن العجز نقرأ يمسي كما تعلمنا يمسي ويصبح طالب الد الآن هم هنا عفوا انتهت تفعيلتين في الأول نفسد عند دنيا معنًا متعبا المطلوب منكم أن تحلوا تدريب التدريب الثاني والثالث من كتابكم وترسلوا الواجب ضرورة على الوات أب إلى هنا تنتهي هذه الحصة ونذكركم بمفتاح البحر كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل 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 وقد يأتي الكامل مجزوءا بحذف تفعيلتي العروض والضرب إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة